اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل شخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين كانت وستبقى راسخة ولها مكانة دولية مرموقة وتحقق كل المكاسب والإنجازات في جميع المحافل والميادين المحلية والإقليمية والدولية وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى يده الله ولتثبت المملكة أنها تزخر بطاقات متميزة وعمل دؤوب يسهم في تقديم أفضل الصور وفي كافة المجالات وبما يواكب التطور وموضع الإشادة من المجتمع الدولي وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بمناسبة فوز مملكة البحرين بمنصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والممثل لمجموعة آسيا والمحيط الهادي أن هذا الإنجاز سيكون له دور فعال في تعزيز الجهود البيئية الدولية مشيرا سموه إلى أن الفوز بهذا المنصب يعكس الاهتمام الذي تليه مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة بشأن البيئي على الصعيد المحلي والدولي وأوضح سموه أن منصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يعتبر إنجازا مشرفا يضاف للإنجازات الدولية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات حيث سيتيح الفرصة لمملكة البحرين في تمثيل الدول الواقعة في إقليم مجموعة آسيا والمحيط الهادي وسيمكن مملكة البحرين من إيصال الصوت العربي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في كل ما من شأنه أن يخدم المصالح البيئية لهذه الدول ويصب في دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وقال سموه شيخ عبد الله بن حمد آل خليفة إن المجلس الأعلى للبيئة سيمثل مملكة البحرين بصورة مشرفة في الاجتماعات الدورية التي يعقدها المكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وذلك من خلال المشاركة الفعالة والمؤثرة أثناء مناقشة القرارات البيئية الدولية والمشاريع والميزانيات والبرامج المدرجة في جدول الأعمال وطرح الآراء والأفكار البناءة تجاه التقارير الوثائقية البيئية التي يشرف عليها المكتب ترجمة نانسي قنقر